المنشي نهضر على هذوك الناس اللي تبيعوا كل عجل يعني تيجوا من اللور و تيخوروا الطور حيث هم يقدش يجول الطور نيشان فسا فسا ينطحهم هم تيمشيون من اللور و تيخوروا الطور حشكم لما سننهضر على هذة الناس لانه كان بزاف ديال هذة الناس في السوشال ميديا وانا بحكم انني انفلونسر معروفة والحمد لله على السعيد العالمي وانا طرح العالمي داخل العرب انا ميتم انشاء المعاقش في خباركم اطيق بلجاني بزرط العروض لما ميتم انشاء المعاقش ماذا أعرف طفل؟ لم اعرفواً بني Anakin ازّالي السب والقدف اهوا كيفما تكون؟ بحكم أنني الحمد لله معروفة أحد شخصية معروفة عربية شفت بسافة لهذه الأنواع في السوشال ميديا سنضروا طب 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 وسمعوا حلي ودنكم مزيان كلنا كنعرفوا أنك إذا دخلت السوشال ميديا وتشهرتي متانا والتي مشهورة فأكيد حياتك ستبدل شيئتي أمكاري حياتك ستبدل هذا شيء ما سنقوم بها إذا انت شهرتي سواء في تيك توق في الإنستغرام أو في يوتيوب سوف يدخلك الفلوس من هذه المواقع و سوف تقول لك تصوفي حالتك ولكن هنا يوقع واحد الخلل لماذا شخص يتشهر مثلا وحياتك تصوفه يسحب له أن حياة الناس كلها بحل بحل يقول لك مثلا يجدد لك إشعار خدموا في هذه الشركة أو خدموا أنا كنت واحدة منهم كنت أجعلكم إشعار للشركة أنا شركة ضربتها اليوم من بعد أعرف سبساتي الحوائز حسنا خدمي أقسيم بلا حياتك ستتبدل تحياتك ستكون جديدة و ستربحي و ستربحي و ستربحي و ستربحي لماذا أنت حياتك لم تبدلتك بالشركة مثلا قبل أن شهر لماذا لم أدخلت خدمتي مع الشركة قبل أن شهر كنت أعمل مع شركة سيدي لاتشيدي الماكياج و دخلي معك البناء و هم يدخلوا معهم و أنا لم أعلم لماذا نقوم بمساس جونيك هذه شركة شركة أمريكانية كنت أنا و دخلت معهم في 2015 قبل أن أتشارت في 2018 خدمت في 2015 2016 2019 أولو ولكن الحاجة اللي خلتني أندخل مصدر لعيش زوين هي السوشال ميديا فش دخلت ليها في 2018 أما من قبل كنت كان عاني بحالي بحالك بحال ولد جيران بحال بنت لطيفة كنت كان عاني يعني ما كان عندي لا ولاد لا ولو كنت ما كان مقدرش نوصل الخرد إلى الشهر نحن هراكين فاهمانين فاهمانين يبقعوا لا تقوم بحالة أما أنهم يدرون الإشعارة للشركة أنا فقط أنا كان لهم رأسي لأنه ينسوا أنه يجبوا عندي الشركة ويقولوا لي يا سارا كنت شرحوا لي قبل أن نذهب مع الشركة ويقولون بأنهم يشرحوا لي ويقنعوني بالشرح لهم ويوزوا لي يا بنات مغربيت أفضلوا فأنت أقول لك أن هذه الفرصة لأنهم لا يعملوا لكن إذا وقفت هذه الإشارة تلاحق وصلني بزارة المعلومات وزارة تتخرف لا لا صافي وخه عرضوا علي ويقوموا علي وليس يزال وليس يجب أن أتبعوا من الشركة ويقوموا بأسرارة ويقوموا بإخداموا ويأخذوا الكيت ويأخذوا البيت ويأخذوا البيت ويأخذوا البيت أخذوا لي هذا المبلغ الذي أعطيته وني ذوي لكن لا صراحة لا أعطي أعطي عندي شكرا ندخل في الموضوع لأنني لا تريد أن تقول بناتك تسنوني أنا لدي مسؤولي في هذه الحياة لدي بنية الفوق ودي بناتك في الجروب سمحي أنت تتفرج فيها المشاكل لك لا ستحل وإن تدخل السوشيال ميديا وإن تجد خدمة فيها 20 مليون في الشهر هذه المشاكل لا ستحل الناس يأتي لها البنية يسحب اليوم ستكون واحد داواء لداء المشاكل التي ستحل مثلا لديك سرق الزيت في الضر ستحلل لدول مدة سيمانة ستحلل لك لا يتحلل لك هكذا الناس يسحب اليوم أن المشاكل يتحل لهم بحل السرق الزيت تقدر تحلل لهم المبيض في مدة أسبوع وكل شيء يتحل لا لا أنا اليوم جيت نقول لك أن المشاكل يخلقهم لا يجب منهم في الحياة لا تبقى أن تكذب عليك أو يبقى أن يتكذب عليك أو يقول لك رغم مشاكيك ستحعله المشاكل baskets لك يمكنك ridiculous ولكن لا يتحل ولكن لأي nu لديكة انظر لكل المشاكل فأنتظر لهم ويذهب ت noi لماذا مأل ترängen تقف LGB لماذا تتجعل ماذا تتعلم لماذا الحياة allá أماreading لم يمكن أن تستمر комüre القانون الحياة الله سبحانه وتعالى دروبا حال المشاكل ليس근 لو كانت لكم نسعجش لم يكن يبعد معنا الشيطان للأرض كنا سوف نكونوا بوحدنا في الأرض وفي هذا الوقت كنا بوحدنا في الأرض كنا لم يكن لدينا شيء مشكل كنا كل شيء سيكون يشطرق دياله كل شيء يصلي كل شيء يبغي الخير للخور هذا يبغي الخير للهذا كل شيء سيكون على ما يرم ولكن ربي عنده حكمة لا أريد أن يكون بحال هكاك هو الله أصلا يقول لك أنا أريد العبد الخطاء وش أنتي غد تغيريك أنا أريد العبد الخطاء لماذا؟ الله يبغي لك يخطأ ويتوب لك يخطأ ويتوب حال؟